كمان هنستخدم تمرين حلوة قوي 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 اسمه عجلة الحياة عجلة الحياة هو تمثيل مرئي لكل جوانب حياتنا اللي احنا حددناها او ركائز حياتنا ومدى جودة حياتنا في هذه الناحية او مدى رضانة عن الحياة في هذه الناحية ومن التمرين دوة حنقدر نحدد جوانب القوة او القصور في هذه الناحية وده طبعا حيفيد لما نيجي نفكر في استراتيجيات حياتنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان عجلة حياتنا تتزن لان بكررها لكم تاني النجاح الحقيقي هو ان انا احقق الاهداف اللي انا وضعتها لنفسي مع تحقيق التوازن ما بين كل جوانب حياتي لان النجاح هيبقى منقوص لو نجحت في جوانب معينة وفشلت في جوانب اخرى هدفنا الاسمة هنا هو ان احنا نحقق التوازن في عجلة حياتنا في صورة عايزاكم تتخيلوها تخيل ان انت راكب عربية راكب سيارة العجلات الاربعة في السيارة دي هي عبارة عن عجلة حياتك بكل جوانب النقص اللي فيها هل السيارة دي هتمشي متزنة وبسلاسة وبهدوء في طريقها؟ لا طبعا حتى ولو الطريق ممهد وما فيهوش اي عقبات هتحس بلخبطة وحتبقى قيادة السيارة دي شيء صعب جدا جدا ليه؟ لان العجلات نفسها مش متزنة فلما نخلق هذا التوازن في حياتنا هنقدر ان احنا نمشي في طريق حياتنا بهدوء وبسلاسة وبدون لخبطة وبدون ما نتكابل على الطريق لما تعمل التمرين دوء هتقدر تعرف حاجات كتير قوي التمرين ده من التمرين اللي انا بحبها جدا واستخدمته باكتر من شكل وفي اكتر من مناسبة وورشة عمل ومشروع استشاري لان التمثيل المرئي لما نشوف كل جوانب حياتنا ونشوفها قدامنا كده ونشوف الحتة اللي احنا راضيين عنها والمناطق اللي احنا مش راضيين عنها هنقدر نعرف فين جوانب القصور هقدر اعرف فين اوجه طقتي وجهدي اركز في انه منطقة بالزبط عشان اخليها تعلى وتتساوى مع المناطق الاخرى على سبيل المثال في عجلة الحياة اللي قدامكم ودي عجلة حياة لشخص حقيقي فعلا عملها هتجدوا ان الشخص دوا بيحب بيته ولكن مثلا ادى تقييمه في شغله اربعة من عشرة وكاتب لنفسه انه بيقبض فلوس كويسة ولكن العمل نفسه بيكرهه طيب ادى تقييم مثلا ادى تقييم لناحية العيلة والاصدقاء تقييم الى حد ما كويس سبعة ولكن برضو قال لنفسه انه محتاج يقضي وقت اكتر مع عيلته ومع اصدقائه لما جه مثلا يشوف وقت الراحة ووقت الاستجمام ادى لنفسه واحد لان ما لقاش نفسه خالص بيدي ما لقاش انه هو بيدي لنفسه وقت كافي للراحة والاستجمام شايفين التمثيل المرقي ده ادري يوضح له فين الجوانب اللي فيها خلل اكبر فحياته يبتدي يركز عليها انا مثلا لما ابتديت استخدم التمرين دوة على حياتي وعملت عجلة حياتي ابتديت احس فين فعلا جوانب الخلل وفين جوانب القصور وابتديت اركز على هذه المناطق او هذه الركائز في حياتي فابتديت ان انا ازود الجهد اللي انا ببزله في هذه الناحية اكتر واكتر التمثيل المرقي لتقييم التوازن في حياتنا هيساعدنا ان احنا نركز على المجالات اللي فيها اقل رضا احنا نحاسين بيه ونقدر نحدد ايه هي الاولويات اللي هتحتاج مننا مزيد من الاهتمام ايه اللي لازم اعمله علشان استعيد التوازن في حياتي ايه الاولوية اللي لازم اركز عليها في نفس الوقت لازم اقول لكم على نقطة مهمة جدا جدا ان الحياة المتزنة بالنسبة لي ربما تعني شيء وتعني لشخص اخر شيء تاني خالص فكل واحد فينا يفكر ويجاوب على السؤال ده ما هي الحياة المتزنة بالنسبة لي انا بالنسبة لي اعرفت حياتي المتزنة او ملامح حياتي المتزنة كالتالي ان انا اقدر احافظ على صحتي ورفيهيتي ان انا بستمتع بحياتي العائلية ان انا عندي اصحاب كويسين وبتواصل معهم بانتظام اني منتجة في عملي وبحقق انجازات ولكن في نفس الوقت بدون ما ارهق نفسي وانهك نفسي عشان احقق الانجازات دي كمان ان انا اكون رادية عن نفسي كقدوة للاخرين وان عندي بعض الوقت عشان امارس هواياتي اللي انا بحبها واسترخي واستجمع قوتي ونشاطي مرة تانية هي دي الحياة المتزنة بالنسبة لي اسأل نفسك انا عشان احس بالاتزام في حياتي لازم حياتي بشكلها ايه واكتب نقاط تسعرك في ان انت تفهم ازاي ممكن تحقق الاتزان في حياتك